السبب التاني اللي ربنا ذكره في القرآن في رسالته الى متبع الهوى هو الشخص اللي بيتبع الهوى انتصاراً لرأيه وده اللي بيسموه العلماء المتخصصين اللي عنده ازدواج في المعايير هو ممكن يبقى شايف ان الحاجة دي غلط لكن اول ما تطلع منه يراها صح وينتصر ليها او لو طلعت من حد هو بيحمل نفسه افكاره او من علته المهم انه بيحبه يعني فيحصل ازدواج للمعايير حاجة باطل لكن لو طلعت مننا تبقى حق وده اللي ربنا سبحانه وتعالى اشار لي في القرآن في وصية قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ايكن غنياً او فقيراً فالله اولى بهما اسمع فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا يعني ما تخليش الهوى ده يخليك تباد عن طريق العدل سبصي بكلمة اللي في القرآن قالك كونوا قوامين بالقصد عارف قوام يعني خادم اخدم الحق كونوا قوامين بالقصد شهداء لله وكأنك عايش في الدنيا تشاهد الله بقلبك وهو برأبك ومطلع على بواطنك وانت بتنتصر للحق عشان الحق مش عشان خرج من نفسك ثم لا تنتصر ليه لو خرج من غيرك دي ازدواجية ودي اللي عرفها لنا سيدنا عبد الله بن عباس يوم ما قال وكأنهم بيفسروا القرآن بكلامهم قال آفة الرأي الهوى ايه الآفة المرض اللي بيبوز رأي البني آدم هوى النفس وقصة حصلت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود يوم سيدنا عبد الله بن سلام وكان من قادة اليهود وعلمائهم شاف النبي هو جاي في أول يوم قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فسأل سيدنا النبي ثلاث أسئلة مكتوب إجابتهم في التوراة عن حاجات غيبيات فأجاب النبي فقال أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن يا رسول الله تعلم أن اليهود قوم بهت فإن علموا بإسلامي بهتوني فانداهم كده واسألهم عني فانداهم النبي صلى الله عليه وسلم بص بأس دواجية المعايير واتباع الهوى والآية اللي هتنزل بعد القصة لي فقال يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وفقيهنا وابن فقيهنا فقال هل تعلمون أنه أسلم قالوا معاذ الله أن يفعل ذلك فأم خارج سيدنا عبد الله بن سلام من وراء كده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله فقالوا سيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا وعدوا يشتم فيه قال يا رسول الله قلت لك هذا ما كنت أخاف منه أهم شتموني لما عرفوا أننا خلفت لهم ما شايفين صح فنزل القرآن رسالة من الله يعلق على هذه الازدواجية في المعايير واتباع الهوى قال تعالى وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ومش بيحبه أو حد مختلف معاه ودي صفة الناس اللي بتراقب ربنا وبتشاهد ربنا بقلوبها أن ربنا مطلع على قلبي وقت ما أدرك الحق فازدواجية المعايير انتصارا للنفس من اتباع الهوى